حاس ان احنا نقدر امتى نبدأ نخش بقى في المنافسات ونبدأ يبقى عندنا منتخب قوة حقيقة على الاقل على المستوى الافريكي احنا كنا بدأنا فعلا مش عشان كنت انا موجود بس هو كان البلان محطوط من فترة جابني المهندس احمد مجاهد وكان ماسك اللجنة وكملنا بعد كده مع المجلس الحالي والراجل الحقيقة كان عايز يعمل منتخبات لكورة قدم نسائية بدأ بالمنتخب الاول منتخب 17 سنة وال20 سنة ودخلنا في تصفيات وانك انت عشان تنجح للمنتخبات وانت كنت بعيد من 2016 ما كنتش بتشارك كنا برا التصنيف تماما من 2016 بدأنا نشترك وبدأنا نقول مصر موجودة اللعبة خلاص بدأت تحط ايديها في كل البلاد مش حاجة اسمها صغير وكبير دلوقتي خلاص في كورة القدم سيدات ورجال الاتنين ماشيين في لاين واحد المغرب عملت ايه؟ عملت قصة دي وماشية كلنا بنضرب الامثال بالمغرب في كل المستخبات على مستوى الرجال وعلى مستوى كورة القدم بالضبط لنا ممكن حتى انا قلت مرة قلت هو مين في المغرب ما راحش كسل العالم ده كل حاجة عندهم راح تكسل العالم من اول 17 سنة بنات لغاية الفريق الاول اللي خاد رابع العالم وهكذا لانهم خططوا وما استعجلوش النتائج واحدة واحدة احنا لسه كنا بنحاول نظهر بشكل لائق لغاية لما دخلنا في المعترك بتاع التصوات افريقيا بدأنا نجيب العبات حتى من برى مصر اللي هما عندهم الجنسيات المزدوجة وجبنا العبات متميزات جدا منتخب العشرين سنة اللي هما دلوقتي ما شاء الله هما اللي بلعبوا في الاندية دلوقتي ومتقلقين ووصلنا لاخر مرحلة مع الكاميرون كنا لازم نبني بعدها مش معنى ان انا خرجت من التصفيات وعملت نتائج من وجهة نظري ايجابية يعني انت تتعادل مع الكاميرون هناك تتعادل مع السنغال اندية كلها مصنفة منتخبات كلها مصنفة هل معنى كده ان انت ما ساعدتش يبقى نقفل الباب بتاع المنتخب يلا روحه ونبدأ بقى نفكر بقى مع بعض كده نعمل ايه تاني لا انت لازم تكمل على دول بخاصة ان السن المرحلة السنية اللي كانت بتلعب في التصفيات اصغر من المسابقة نفسها يعني منتخب عشرين سنة كان موليد الفين واربعة انا كنت بلعب بمنتخب عشرين سنة موليد الفين وسبعة و الفين وستة فعندهم مساحة من الوقت انهم يكملوا تصفيات تاني طب نبني احنا دايما بنعرف نهد ما بنعرفش نبني للأسف الشديد يعني فرقة خرجت او ما كملتش هد الفرقة دي ونبدأ تاني من جديد لطب ما نبني على دول هيا دي اللي بعدها احراك مشيت على طول اه مشيت بعد الماتش الكاميرون ليه مشيت ما هو ده اللي انا بتكلم فيه اه يعني ما كانش قرارة احنا ممكن نوصل كاس علم في ثلاث شهور في حد يروح كاس علم في ثلاث شهور اه لو انت باني في ثلاث شهور في توصل كاس علم وتكسبه بسكور عالي تلعب مع كونه وتكسب واحد ستة صفر في اسكندرية وتسعد مع الكاميرون تلعب مع الكاميرون تخسر هنا اربعة اتنين ومتنضيع لسه لبنات صغيرين زي ما قلت الحضرتك وبعدين تتعادل معهم هناك هايل جدا جدا لغاية المرحلة دي يلا بقى نكمل على المرحلة اللي بعدية والمنتخب ده يكمل عشان ده هيبقى انوال المنتخب الاول بعد كده قالك لأ خلاص كده احنا قفلنا المنتخب ونبدأ بقى نجيب بقى منتخب تاني ونبدأ نرجع الموضوع من الاول وجلس فني جديد وهكذا وهكذا ونبضل في الدايرة دي مستمرين فيها ليه ما بنعرفش نبني ليه ما بنعرفش نكلم للبناء وانت بعيد هل انت متفائل باللي جاي ولا لا هقول لحضرك الحاجة يمكن انا في تجربتي مع البنك الاهل الحقيقة انا عامل تجربة وعمل مختلفة شوية اه اولا كل الشكر المسؤولين في البنك الاهل ناس محترمة جدا جدا وناس فهمة وهدية وراجزة اوي وما تبصش للنتيجة السريعة هو مش عايز حاجة سريعة وعايز حاجة يبنيها للي قدام يعني عاملين فريق صغير بنات صغيرين دول خلال السنتين دول حيبقوا نجوم مصر في منتخبتها هيل زي دول حيلعبوا دوري ممتاز وكلهم اعمارهم بنتكلم في موليد 2010 و2008 يعني مرحلة سنية صغيرة ومع ذلك بياخدوا الخبرات في الدوري الممتاز السنة دي هيل فاعتقد انك انت تبدأ من تحت هو ده الاساس مم فيهمتك ما تاخدش حاجة سريعة ما تاخدش لعيبة دلوقتي مع احترامي ليهم طبعا لعيبة كلهم خبرات وكل حاجة ما نفقدش الخبرات انه مقصد بص على القاعدة اللي تحت مصر 110 مليون مم ونسبة الاناس اكبر من نسبة الزكور هل ما تقدرش العين المصرية المالية البلد من الخبرات والمدربين والاكديميات اللي فتحت واللعبة انتشرت من شار كبير جدا ما تقدرش تطلع منتخبين لمصر من البنات دول الاقالين فيها لعيبة هيلة السعيد فيه لعيبة هيلة ليه بصين بس على الحتة الديقة بتاعت القاهرة والجيزة والمناطق دي اشتركوا في القناة